بسم الله الرحمن الرحيم ليه رجعت تاني يمكن بقى لي شهور طويلة جدا أنا مش عارف عددها سنة سنتين كان نجال لي إحباط شوية إحباط من إن أنا أسيبكم موضوع المسالة الكيبولية لأن المسالة الكيبولية ده موضوع ممكن يعني نتكلم فيه سهل جدا حتى لو بالتليفون يعني ممكن نلخصه ربع ساعة موضوع العلاقات الزجوية اللي كلمنا عليها سنين طويلة موضوع بسيط ممكن ربع ساعة لأن موضوع بسيط بنعالجه مع بعض بالتليفون على طول لكن المشكلة الكبيرة هي مشكلة اللي وصلت لها في أهم سبب مش أسباب في تأخره لنجال لما وصلت الموضوع ده من شهور حاستي إن أنا بدا في ملطة زي ما بيقوله إن احنا بقلنا يمكن من ساعة ما القناة فتحت وعملنا سلسلة طويلة من تصحيح مفهيم وكان الهدف منها دايما إن احنا نحاول نصلح اللي بيحصل في أسلوب العلاج وفي مفاهيم الناس أنا مش عارف أغير مش عارف أغير عقليك كله طبيب مش عارف أغير عقليك كله أسرة لكن قادرنا المستطاع إن احنا قدرنا بسي لقيت حاجة لقيت إن الرسالة وصلة لكن اللي بيقدر يستوعبها ويقدر يمشي وراها وليلين شهر سنوات لقيت الناس بتلف في نفس الدائرة وإن أنا تعبانك صوتي مش جايب مش جايب لحد مش مع الديني صوتي لقيت فرصة بق لما وفقت إن أنا أجعب معاكم النهاردة لقيت إن أنا أجيب لكم معي هدية بسيطة جدا ألخص كل الكلام إحنا قلناه على مدى السنوات اللي فاتت هو أهم أهم سبب في تأخر الإنجاب سيبكم من أي كلام سمعتوه سيبكم من أي كلام هتقروه أهم السبب في تأخر الإنجاب وهنتكلم عليها نقطة بسيطة النهاردة هو أسلوب العلاج ده رقم واحد أسلوب العلاج للأطباء ماشي عليه حاولت أغيره الناس اقتنعوا به فيه مرضى اقتنعوا به ممكن من سنوات والحد مبارح آه مبارح الخميس الحد مبارح فيه مرضى مش مقتنعين وأسر مش مقتنعة بيجوا على مدد إن هم يقتنعوا بالأسلوب ولما تعرف الأسلوب يقول احتمال بعض منكم يقتنعوا بالأسلوب ده بقيت موضوع أسلوب العلاج بتاع الأطباء هو ثقافة المجتمع يعني إيه ثقافة المجتمع رد فعلكم للي بيحصل أم الزوج أم الزوجة عليتي الزوجة استعجالها فيش إحنا كمجتمع إنجابي وإحنا خدنا يعني الزواج في أصله وإحنا قلنا مرضى ورحمة ده مفهاش فصل ده ربنا اللي قال لكن إحنا في مصر بذات الزواج إنجاب لو ما فيش إنجاب بيبقى الزواج في طريقه يعني بيبقى أميل للفشل إحنا حطين فيها تبراطنا زواج يعني إنجاب مش أي حاجة تانية وعشان كده يمكن إحنا كلمنا حتى في العلاقات الزوجية زوجة يعني أولاد يعني تهمل زوجها ونبدأ مشاكل تانية ما هو إيه الكبير جدا نتكلمها فيه لو إنتوا خدتوا حرف من كل حلقة أنا عملتها هتطلعوا موسوعة لكن إحنا اتفقنا إن هنطلع بالمحاصلة إن أهم السبب في تأخر الإنجاب على فكرة وده ممكن بدون مبلغات وأنا مسؤول على الكلمة بقوله أهم السبب ويديني 90% فيما فوق في مشاكل تأخر الإنجاب في مصر وإمكان أنا شفت راحاتي في دول العربية هو اسلوب علاج الأطباء اللي متماسكين به إزاي هنتكلم وثقافة الأسر إزاي هنتكلم أوكي هناخده من نقطة نقطة على مدى إيه الحلقة إن شاء الله طيب يا تارى أبدأ أتكلم في نقطة دي لا إنتوا معايا في كل نقطة هتكلم فيها هنعرف قد إيه المجتمع متمسك بحاجة غريبة جدا وبيهرب من حاجة غريبة جدا وبيحاول إنه يغمط عن الحقائق كتير جدا وكذلك الأطباء احتمال أنا عشمان عشمان جدا إن بعد إن شاء الله ما منظومت التأمين سحي شامل تتطبق إلا أنا عشمان إن أنا شوف هو أنا عايش إن شاء الله هي بدأت مبور سعيد عشمان إن أنا عايش يا رب بدع ربنا مش عايش عشان عشان عايش أيام لأ أنا عايش عشان أشوف منظومة التأمين سحي شاملت وكان نفسي طبعا قبل ما طلع معايش إن أنا اشتغلها للأسف ما الحاجش هبدأ بأول نقطة خاطيرة جدا شفتها لحد مبارح بشوف كل يوم برضو نفس الفكرة مشكلة أسر مش مشكلة أطباء مشكلة أسر دي بقى من ضمن المشاكل الخاطيرة جدا تحليل ما قبل الزواج ليه كل شاب ما يحللش قبل ما يتجوز ما عرفش خايف ليه ما عرفش هي دي العقلية المصرية هنعمل التشيك على السكر كل خايف هنعمل التشيك على السد في ستاة تخاف طب يا جماعة نعمل يقول لك أنا خايف يطلع سكر طب ما يطلع سكر بدل ما سيبه يموتني ما يطلع سكر طب أوكي ألو ألو أستاذ فاتحي ها باش تحت أملك أستاذ فاتحي أنا معاك تفضل ها أنا سمح أتغلب يا لك أنت أدابي في التلفزيون تحت أملك أستاذ فاتحي حضرتك كان عندي والد أنا باش معاك كان عندي كان عندي والد ده بالشرطة و مني و و ممكن توضي تلفزيون عشان أسمعك والله موتي خالص تلفزيون طب أوكي تحت أمرك يا باشا أنا عاد أقول لي بتحطيك كان عندي محمد خلي أولادك ضابط شرطة ومتواصي طب من سوق ما توصى ده مضوز جاكسي زي صادمة زي حاجة ما بيني وبين أمه ما فيش أي صلاحية يعني كل المشكلة دلوقتي هي في الممارسة الزوجية آه أنا وأمه طب أوكي يعني الموضوع بسيط طب فيه سكر أو ضغط آه فيه سكر بس أنا الحمد لله مزبط 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 السكر زبط حال عليه عندك عندك كم سنة حاجة فاتحة عن ستين سنة باشا ستين آه صغية نعم بيكلمني هون والله بيكلمني معاك 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 حاجة فاتحة أنا باشا معاك خلاص خليك أمش تحت أمرك أنا نعم يعني الحمد لله من ناقة العصاب وكده أنا معلش أنا برضو حاجة فاتحة الموضوع بسيط جدا إن شاء الله أنا عايز أقول كلمة اقفل بس وأنا هلخص لك وإن شاء الله هتاخدوا تليفوناتي من بعد ما قفل الحلقة ومتبرع الكلام ده الناس كلها عارفاه أنا بقالي سنوات طويلة من ساعة ما القناة دي بس تجريبي أعتقد 14-15 سنة والناس كلها عارفة إن التليفوني موجود هنا وأنا ما أتأخذش أنا أي حد يا جماعة اللي يحرم نفسه مع الجنس يبقى ظالم نفسه الكلام ده أنا قلته كتير جدا وياريت ياريت تكون فرصة نحن مع بعض النهار ده لأني مش عارف هنتقابل تاني ولا الجنس اللي يتحرم منه ظالم ومظلوم لأنه دلوقتي ما فيش حد يتحرم مع الجنس على المسؤول عن كله أي سنة أي ظروف ما فيش أنسه هنعمل زي عادي الإمام نقف قدام المراية ما فيش مشكلة ونقول أنا بطل أنا حديد هيجي لأنه ما فيش راجل ضعيف جنسيا ما فيه فيه حاجات بسيطة ممكن توقع لك الجنس أدوية الضغط بنزبطة مع دكتور البطن ما فيش مشكلة المناخ العام الجو العارق الحالة النفسية كل ده لكن إن أنا نقف جنبك سهل بالحالة النفسية ما فيش حد ضعيف ربنا مش ظالم عشان يديك عضو لا يعمل وقلت الكلام ده المعلمات ده سنأدو كلها بالأدوية الأدوية دي سحر أنا قلت إنها من الجنة الكلام ده أنتم فاهمين الأدوية الليلة الجديدة غلط فاهمينها غلط الدكاترة والناس من ضمن الحاجات قلتلكم ممكن ربع ساعة نص ساعة فأي يوم بعد كان نتكلف المضوع الأدوية اللي نزل الأربع عائلات اللي نزلوا حد دلوقتي السحر المفروض إن احنا لو نشكر ربنا عليهم جدا لأنه دولة بالضبط أنا أقول إيه أي إنسان ماشي سليم ممكن يقول له دخة خفيفة يبقى حاسنه هيقع محتاج حد يسنده مؤقتا هو سليم أصلا بس هو حاسس من الدخة إنه ممكن يقع الأدوية الجديدة وقفت جنب أي حد عريس سيبكم من موضوع السحر والكلام اللي أنا بشوف كل يوم العجب يعني عريس مش عريس أنا عايزة أقل لكم أني تاخد الأدوية كل يوم مش مشكلة هو فيه إيه لم أخد أدوية كل يوم حتى لو أخدها كل معاشر بس إن أنا بقى ناجح في أسرة لأن نجاح أسرة هو نجاح معاشر سيبكم الكلام ده نجاح معاشر يسوي نجاح أسرة نجاح مجتمع نجاح دولة بالكام وكلام ده قلناه كتير جدا وإيه لم ترجعوا لكلام قلناه قبل كده الأدوية بسيطة بس لازم أفهم أنت إيه زي ما أقول سندك كام هديك أنا جرعة لازم أفهمك الكلام ده كويس وإزاي زي السواقة أنا بكت دايما أقول لكم إنها زي السواقة إن أنا إزاي أتحكم في السواقة مش عيب عشان كده زوجة قبل ما يجي بعتاري السالة بتقول لي زوجي مكسوفي مكسوف ليه مكسوف ليه تكلمني ما نتكلم عشان أنا مش عارف كلم الزوجة لكن أقدر أتكلم الزوج وأقول له هبدأ بالجرعة الفلانية أنا عايز أوصل لمستوى اللي هو يخليك كويس بدون ما يتعبك الجسمانية أدوية الجنس كلها ما فيهاش خطورة مفيدة جدا 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 مفيدة للمناعة مفيدة للقلب مفيدة للرئة مفيدة للكلام مفيدة لكل حاجة مدامي بيتاخذ صح الجرعة الزيادة لو حد قلبه تعبان هتضايقه لكن أنا بقدر بنوصل في علم منهم من الأربع عائلات يمكن ده كلام اللي بقوله للزوجة اللي كلميته النهاردة هو عنده القلبة أو عنده الضغط في علم من الأربع عائلات معمولة بخصوص للمرضى دول ببدأ نبدأ فيها تدريجة يمكن لسه كنت بقول أن أنا قبل ما يجي لما زوج 68 سنة يعني مش هول زوج راجل 68 سنة يعني زوج مراتهم متوفية بقى لسنين نفسه تجاوض عايز يعيش ولاده تجوزه أي حاجة عايز يتجاوض حقه فكرة أن أنا ممكن بيأخد أولا لقيته جايب تقريبا حوالي 30 نوع من الأدوية ماشي عليهم للسكة للضغط الجميع لأي حاجة تخيلوها طب أوكي أنا ما أقدرش همنع الأدوية كلها لكن أقدر أتدخل بضوى بسيط وبطريقة معينة هبدأ بجرعة قليلة تدريجية لحد ما وصل على تقريبا هنقول عشرين خمستاشر دواء يوميا يقول أنا ممكن همشى العلاج ده على طول بقى نوع واحد هيخليك تعيش حياتك مستمتع بها الجنس أهم من الأكل أهم من الشرب أهم من أي حاجة أنت بتاسع أنت راح تتجوز مش عشان تطبطب عليها وعشان تقعد وتلسهر ولا أنت عايز أهم حاجة لما عشت عشانك وعشانها فإلا ما تاخد نص قرسي كل يوم بطريقة معينة أنا أقول لك عليه إذا أنا حاجة فاتحي بالحالة النفسية نظابة أي طريقة بالأدوية المناسبة لك حتى لو وصلنا للدعام اللي هي بروسيس أو السيليكون يعني السيليكون أنا يمكن أنا قلت آخر حلقة ليه ممكن من سنة مش عارف من إمتى لما قلت لكم تخيلوا أن السيليكون بتركيبها بعملياتها بسعر فسحة بسعر موبايل من الحديث ده اللي بيتسرق بسعر مصيف بسعر عمرة لكن أنا عايز أقولك أن في حالة من الحالات تركيب دعامة للرجل حياته هتفرق كتير أهم من العمرة وأنا بقولها وربنا حاسبني أهم من مصيف ألف مرة أهم من موبايل أهم من أي حاجة عنده في البيت لو هيبيع ده لو هيبيع أوضم القوة بس ده يعني أنا من الحكاة اللي بيتسموه إيه النوادر إن أنا مثلا كنت قاعد فيه جاي يكشف تاجر التاجر متجوز ثلاثة أو أربعة مش فاكر تقريبا أربعة أعمار مختلفة هو مثلا قدر حاجة ستين سنة عنده أعمار مختلفة في الزوجات فاشل مع الأربعة وكل ما أفشل واحدة يتجوز ويبدأ يعيق ماشي ما لجيوبه والله جيوبه الأدوية بتقع من جيوبه هو ماشي أدوية الجنس على أي سيدلية يا جماعة السيادلة حبيبنا بس السيادلة بتوع كيميا مش بتوع طب وبقولها ومن ناقيب السيادلة لحد أظهر واحد يا جماعة السيادلة كيميا مش طيب احنا بيكمل بعض بس أنا طيب هو كيميا هو بيكملني لكن مش مفروض أنه سيبكم نيوسف دوا ممنوع وأنا ضد الفكرة دي فكرة نيوسف لا ما يوصفش دوا كل ما يعد على السيادلة يديله دوا جيوبه ملياد لكن فاشل فاشل ليه لأنه حاجة من الاثنين فاخد الثقة ده حاجة مش واخد جرعات صح ده حاجة تانية يعني من ضمن الحاجات اللي عايز نقفل عليها الموضوع ده كل ما تزود جرعات أدوية الجنس يجيلك إحباط زي العربية كل ما تدوس بنزين زيادة قوي تبطل الجنس كل ما زوده جرعة جسمك يتعب ما تشتغل يحصل كل العقل الباطن يبعث ينسى الجنس خالص ويبدأ تركيزه كله على الإجهاد الموجود إذن الراجل لما تقوله ركب دعامة روح ركب دعامة حتى أنا بعدته للجامعة قلت له ممكن مش عايز التاجر المبسوط اللي مجاوزة أربعة اللي كل جوزة فيهم مثلا بعشرات الألوف أنا مش عايزه بمئات الألوف مش عايز ركب دعامة غالي عليك جدا ألاف بسيطة تم موبايل تم من عمر هنقول تبع أنت تجوزة أربعة ليه ده دي هتخليك الأربعة اللي أنت ظلمتهم هيستمتعه كويس جدا وأنا شفت زوجات بعد ما زوج ركب الدعامة اشتكوا من أنه هو بقى يعني بقى قوي جدا جنسي إذن الحاجة الفاتح ما فيش حد يافشى الجنسي بالحالة النفسية بالظروف المواتية أنا ما جيش في الساعة ويبقى تجو ساعة ما جيش في الحر يبقى تجو حر ما يبقاش فيه هيصة ما تبقاش الزوجة مش عارف إيه تكلم كثير جدا نتكلمنا عليه وياما تكلمنا بعد 12 لحد الفجر لو وصلنا حتى للدعامة ده حاجة تانية خالص اللي ركب الدعامة ده ياريت حد يتكلم يقول أنا مستمتع ديه بالدعامة يعني أي حد ركب الدعامة أرجع بقى للمشكلة الكبيرة اللي هي تحليل ما قبل الزوج احنا هنقول مثلا اني لو في مصر فيها مثلا أنا مش أكلم عن العالم والثلاثة ونصف مليار رجل هنقول فيهم اتنين مليار شاب لو حلناهم قبل الجواز هيطلع منهم كذا مليون آزو اللي هو صف تحيلوا صف احنا قلنا كلام زمان ان كل منتج منجب اينسوا أي كلام لان دي من الأخطاء اللي احنا من الحاجات اللي عايزين الأطباء يركزوا فيها والناس يركز فيها كل منتج منجب ان شاء الله ان شاء الله كل منتج بأي نسبة بأي نسبة ودي برضو ما يفعين لازم نبدأ نفهمها عندك أي انتج اطمد يا ست الستات عندك المخزون موجود فوق الواحد على الأقل فوق الواحد ونص ان شاء الله طميم هنشوف لك طريقة لو فهمنا الكلام ده احنا كأسر وياريت نفهمه كأطباء لان فكرة تأخر الإنجاب للأسف هياخد كام سنة لحد ما تتظبط الأمور أي حد ما ديه فيه أي حد فيش حد بيجرجع زوجة ويقول لها أنا مش فاهم أبدا منشطات يعني ايه منشطات يا جماعة ده أنا بوقع الست بوقع الست وجيلي وقعة مع جوزها بعد ما اخدت سنة واثنين وسبعة وعشرة منشطات وتيجي بعد كام ما يخزون ضائف والزوج يتحسن وانا قلت الكلام ده للأسف انها يفشل يبقى فيك فرصة الإخسام المجالي صعب وبفرصة انها تنجد طبيعي صعب بسبب ان العشوائيات في موضوع المنشطات متابعة التبويض اللي ملاش أساس فكرت ان أنا حجم البوايدة ما حدش قال ابدا ان حجم البوايدة اساسي في الانجاب لانه ممكن تبقى بوايدة صغيرة سبعتاشر تمنتاشر تساعتاشر واقوى من بوايدة تلاتة وعشرين وعشرين واحنا ادينا مثلا للبت الفرخة حتى كمان ممكن تبقى كبيرة ومشيشها والبطيخة تبقى كبيرة وبيضة من جوه فكرة ان انا اعرف حقيقة البوايدة بالهرمونات ومشي بالمتابعة التبويض ولا بالحج كلام ده اذا انا عايز اتكلم على كل منتج منجب طب اذا انا عايز اشوف مين القازو اللي هما الصيف طب ليه ما ماشي تحيل قبل الجواز معنا اتصال مادامني فين ايو يا دكتور افضلي انا يا دكتور انا بروح انا كدت انا كدت اول ما اتجوز خلفت على طول تمام اه وبعدين بعد كده اه بعدها بسناتين ثلاثة انا كدت بعد ما خلفت اه بعد ما خلفت اه ركبت اللوزة على طول جميل بعدها بسناتين بعد ما بعدها بسناتين حشته وبعدين اه بعد ما روحت للدكتور اه بعد ما حشته اه حصل لي اه ان انا حبلت بعدها بستة شهور بس ايه قال لي اه الحمد دوتي مش كويس تمام اه مشوه او اه ما عرفش هو قلبي مش قلبي مشاوة تقريبا. مشاوة تمام. وبعد كده اه وبعد كده. نزلتوه. اه بعد كده بقى اي اسم الموضوع وقعدت كده يجي السنة ما اعملت اشتاني. اه. فبعد كده بقى ايه اه قلت بقى خلاص انا ما كنتش كان فيه ظروف انا وجوز ما كنتش مع بعض كده. فبعدين بعدها بقى لما قربنا وكده يجي التاني رفت لدكاترة ادي له من الشرطات وقال له انت بعملتش حاجات. اعملت التحليل وعملت كل حاجة. يا مدام نيفين. الزوج عمل تحليل? ها. تمام. هو تمام. وانا برضه تمام. بس انا مش عارفة. انا ما عندي ايه. ودكتور قلي. انت تاخد المنفس الزوعة لما اللي هو يوقف او او. انت عندي كم سنة? عندي كم سنة? 35. طب اوكي. ولدك القيصري ولا طبيعي? لا طبيعي. طب انا اه طبعا هو المفروض ان انا هتفهمي بقى من ان ان شاء الله هحاول ان انا اجري في النقط عشان اقدر اوصل لرسالة او تفهميني. تابع الحلقة ولو فاقي يكلم خديها التليفوني في الاخر وهنتابع مع بعض. اعنالي تاني مدام نيفين. هقول لي هشرح لكل كل كلامك ده وهيبقى في نص الكلام. هي ده بقى اللي هنفصل لها ان شاء الله من دمن الحيرة اللي بيعملها الاطباء. تحلمة قبل زواجة يا جماعة مهم جدا لكل الشباب. علشان لما يطلع صفر من الاول ابدأ ان انا ابدأ اشوف اشوف ايه يعني اه ليه خطوات امشي على البروتوكول قبل ما يتم جواز. لان جوازات كتير جدا مشاكلها حاليا ان الزوج صفر. الزوجة يا تارة تن ده مترجع ازاي هو بقت من انيسة مدام. الجواز ده يبدأ ازاي الاسر اسرتين بقوا مع بعض ازاي محدش هيحسها اللي اللي عايشينها على فكرة. فكرة ان الزوج الصفر ده ونبدأ بقى مرحلة البحث جوه الخاصية عن حيات منوية عشان نعمل اخصاب مجهري اللي هو نتائجه 30-40% بهدلة. مصاريف. مشاكل. عياط. يأس. بيبقى الظاهر من بره ان في حياة. لك انا عارف ان من جوه الحياة من البطن لا في مشاكل كبيرة جدا. لو مش ما بين الاسراتين ما بين الزوج و الزوجة. يا قبل الجواز زي ما الدول لطلع القرار تحيل ما قبل الجواز زي ما كانوا المسيحيين انا كنت بقولها مليون مرة فرحان بهم جدا. انه بيقول لي ما لازم الاسيس قبل ما يتم الزوج لازم يبقى تحيل سائل منوي. كان شئر فرحان بيه من من سنوات. فجأتي ان حتى الاخوة المسيحيين بدي اتهربوا من نقطة تحيل ما قبل زواج. يا جماعة عشان ما عندهمش طلاق كان لازم يبقى فيه تحيل سائل منوي. طيب انت حللت وطلع صفر. طلع اي انتاج حتى لو في هيو منو واحد. طيب. اي شجرة هتطلع لي صمرة واحدة بالرعاية هنوصل. لكن طلع صفر ناجل الجواز شوية. ليه? تفرق معايا ان انا ابدأ اتابع الصفر ده وهو هاد وعصابه هادية. ونبدأ ناخد خطواتنا واحنا كده مبتسمين غير لما ناخد خطواتنا. وفي توطف في الأمام الأسراتين. وفي استعجال. وزوجة متوترة. انت لو تشوف الزوجة اعدة ازاي. انا طبعا الكلام ده سنين طويلة وانا مرأبوا. الزوجة متحفزة ازاي. والزوج حاسس. هو غزنبه ايه الزوج ده. ما هو اللي ماداش نفسه الصفر. هو الصفر ده 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 منحة ربنا له. اللي محدش عارف. آآ يعني. الخير فيه. بس اكيد في خير. انا. اه. هو زوجي ولا منه صفر. تم فيه زوجات صفر. في المخزون. اي نعم. الازواج الصف. اكتر من زوجات الصف. للاسباب كتير جدا تخص الخاصية وتخص المبيض. لان المبيض بيحب السخونة. واسباب كتير جدا هرمونية في الزوجات. آآ بعكس الازواج. آآ الخاصية بتكره الدم وتكره السخونة. وتكره تات. موال. وتزوج بيدقم اكتر. آآ موجود في مكان ملوث اكتر. موال كبير جدا. آآ هنتكلم فيه مع لوجات ظروف تانية. لكن اتمنى ان احنا كأسر. الشباب مش عيب. انت بدل ما بيجيلي. تقول لي طميني على نفسي. لا فشل في الجواز. اقول له تب ليه ما تطمينش على الانجاب. لأ هو خايف لا يفشل في العلاقة. مفيش راجل يفشل في العلاقة. يا جماعة انتم ليه بصين المظاهر العلاقة. مظاهر العلاقة غير كده خالص. غير ما الميديا والافلام والمناظر اللي بتشوفوها ده مش الواقع. الحياة المياريت المتجوزين ينصحوا اللي مش متجوزين. يعني انا اللي المتجوزين بتاع يعني عايشين في دور ان هما كوكب تاني بتنصحوا. ومش عيب ان الابهات حتى لو مش غابوك مباشرة حتى لو صاحبك متجوز. ينصحك ويقولك ان العلاقة مش بالمظهر. وقلت الكلام ده هنا كتير. ما فيه هقول مظهر الست ايه. فيه سادي كبير وصادي صغير جسم كبير وجسم صغير. يا جماعة الامور مش كده. الامور مش. في العلاقة احنا ممكن في فرق ما بين ان انا في الشهوات عموما. ان انا ممكن اقول شاعر في الفكهة الفلانية في الاكلة الفلانية في السندويتي الفلاني. لكن لو انا جعان انا مش شايف انا بايا كنو مش شايف. هيو الجنس كده. العلاقة النفسية فيه والتقارب فيه والمواد ده فيه اهم من المظاهر واهم من الحاجات المظهرية اللي بيبحثوا عنها الشباب. الفكرة اني ابوسل الشباب جايين يبحثوا كتير جدا جايين طوابير يبحثوا عن خايفين من فاشل العلاقة. اقول لهم يا جماعة تطمنوا ما فيش بحث عن اي حاجة تخص العلاقة الزوجية الا بعد ما تتجوز. انا بديهم مثلا زي الريسيبر والطبق. مستحيل اعرف حاجة عن الريسيبر او الطبق الا بعد ما توصلوا ببعض. كذلك الزوج والزوجة مستحيل تعرف انا اي حاجة عن العلاقة الا بعد ما تم الجواز. وان شاء الله ما فيش مشاكل لو في مشاكل يبقى فيه توطر. والتوطر ده دور الاسرتين يبعدوا. ودور حتى مش عايز اقوله كل ما عادل الزوجين يبعد ما عادل زوجين لو هيخضر اي حد يبقى رأي متخصص وبهدوء. كلام كثير جدا نكلمنا عليه وممكن نوصل له مع بعض. قبل ما اتفكروا في كلام ده اي شاب يحلل سائل منوي قبل اي مرحلة مراحل مقابل الجواز يبقى شاب بيخاف على نفسه بياخد خطوة سليمة. طب ما عملش الكلام ده ليه قبل بنت ما يطلبش التحيل سائل منوي قبل الجواز ليه? هو انت ليه بتغمط? تقول لك ما سيبها. انا جالي الناس يقول لك لا انا هسيبها. وبعد ما طبعه فصل في الرأس يبا بيقوله. الاقي الامور تعقدت. لا يا جماعة. المشكلة الكريمة بتبقى كبيرة جدا جدا جدا. وليس نتفرج زي موضوع جهاز القرايب. احنا عاملين نغمض عن جهاز القرايب. لكن لما يحصل المصيبة احنا بنبصلها كأنها مش تبعنا. لا تبعنا. جهاز القرايب وما يشكله تبعنا. حتى لو واحد في المليون تبعنا. ومشاكلة عالية. الازو تبعنا. ومشاكلة عالية. لان الصفر ممكن اخده بيجيب نتائج معنا الصفر بيجيب نتائج. ممكن يتعالج ممكن. ممكن حتى لو وصل الامر انها ناس حمل خاصية قبل الجواز. واتطمن ان عنده عشان يكمل طفل النبيب بعد الجواز. مفيش مشكلة. بحطه في البنك. ما في بنات دلوقتي بتخزن بويضات لما بعد الجواز. ايه المشكلة. طب ما ليه الشباب اللي هو يطلع صفر يبحث ويتعالج صح. وهتبقى فرصة جميلة جدا للاستكمال العلاج بعصابها دي. دي موضوع متحلمة قبل الزواج. وزي احنا بنهرب منه. وكان في ايدينا نحن نحل مشكلة كبيرة من تأخر الانجاب. دول عددهم مش قليل موجود. ودول بيلفوا في العيادات. ودول اللي هتلقيهم تخبط فيهم في كل مركز على فكرة. وبينتنقلوا من عيادة لعيادة. ممكن نكتب لهم في كتب في الحالات اللي عندي. النقطة التانية المهمة جدا اني. الكلام ده ليه الاطباء وليني يا جماعة. انا في الانجاب بتعامل مع حالة وليس مع ارقام. بتعامل مع حالة وليس ارقام. يا يا دكاترة الزكورة يا دكاترة الناسة. ما بصش على ورقة او رقم. انا انا قدامي حالة ما بتخلفش. اوكي تأخر حصل تأخر انجاب. ما شوفش رقم. ما شوفش ورقة. لا انا بشوف الورقة اين. وقلنا الكلام ده كتير. لان نفس الزوج ده كان يمكنهم الانجاب من زوجة اخرى. طب اطلق له دي. لأ. ازبط الورقين. كذلك الزوجة دي كان ممكن تنجب من زوج اخر. اخلاعها. لأ. طب ما ازبط الورقين. فكرة ان كلام اللي احنا بقى كلمناه كتير. معنا اتصال. اروا. ام احمد ازاي تتضالي. انا صحيح. تحت امرك. يا دكتور انا عندي بنتي. لأ. عالي الصوت عشان اسمعك. عندي بنتي. تمام. عندي سن اليأسل. انا عندها مخزون سفر. اللي هو ايه. جالها سن اليأسل مبكف. تمام. اه سن مبكف. تمام. ما قلت عايزه حرف يعني ايه. عندها كم سنة. عندها كم سنة. بعد. عندها كم سنة. عندها كم سنة. عندها كم سنة. عندها ارشين. طب اوكي. انا هقولك الموضوع. ولو فيها يتواصل ما بيننا هيتم. بس انا هشرح لك كل حاجة دلوقتي. واقولك الصح ايه عشان انت فيه كلمة قلتها كده. هصلحها لك انت والناس كلها. عناي يا ام احمد. حاضر ناشا. تحت امرك. خلص. النقطة دي بقى عاملية لمشكلة. يجي واحد تحيله صفر. وما فيش حيات منوية. انا في نفاحة. انا ما بفتحش خاصية على فكرة عشان ابحث فيها حيات منوية الا ما يكون استنفس كل الطرق لان احنا الموضوع مكلف. وحالتنا المادية في مصر حالة المعظم معظم المجتمع. في ناس معها فلوس وتقدر تعمل كل يوم. لكن معظم المجتمع ما يسمحش ان احنا الخاصة ممكن كل ستة شرعة كل سنة تدور فيها. وانت مضطمت. وبسك لو فيها فيها لحظ فيها خلايا. يعني بس فاتش يعني تتمسك. المشكلة ايه وممكن انا برضو من الحكايات الندرة جدا مش هايف حكايت لكم عليها قبل كده ما اعتقدش. ان تيجي خاصية تقريبا قد ترمسها. انا اتكلمنا من حوالي عشر خمس سنين طويلة. قلتلكم ان اه بدأوا. اه بدأوا معنا اتصال? معنا اتصال? معنا اتصال? قالوا? قالوا سلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي يعني حامل في الشهر الرابع هو يعني بقى لجرؤ في الشهر الرابع. تمام. اه فانا يعني حصل لاجهات كده مرة قبل كده يعني بسبب الالتهابات اللي بتجي لي بتاقي انقار راحب. لا الالتهابات ما تعملش برضو. انا انا شافش رغبنات بتاع مسالك وتعخر انجاب مش بتاع النساء لكن انا اقولك ما فيش الالتهابات في الدنيا تعمل اجهاض ولا تمنح خلفة. الالتهابات برى الموضوع وقالت بل بالعكد. انا بتهيلي الالتهابات تزود الخلفة وتحمي الجنين. قوليه العناية اموري. ما هي دكتور بيقول ان الالتهابات بتخش على كيس المية فبتفتح كيس المية. هو كيس المية اساسها مقفول. ما حاجب انت حاط الاجهاض كم مرة. خمس مرات. خمس مرات. طيب انا اسمحيلي هتشرح حتة دي. وتابعيني علشان الكلام هقوله مركز جدا. ولوف اي حاجة هتاخد تليفون والتابعين. عناية يا مدام. بدي دكتور معلش لو انا اخدت لهو امريزول ده في الحامل ده بتاع التهابات اللي بوس. عنا بتقسرش على الحامل. يعني الدكتور بتباين هو اللي بوس اللي تهابتناها امريزول. وباخد عناك برضو وفوارف وبروكسيول بروكسيمول للأملاح. كل ده بعيد خاصة عناية. بس انا حاجة العناية. فكرة برضو راح الدخلة امريزول. اي البوس يعني. اي البوس مهبالي ما بيوصلش للجنين. عنق راح مقافل. ده اليف به. اليف بطب يعني. مش بتدخل بتوع النسا عشانهم اصحابي كلهم. مش بتدخل. ده. عنق راح مقفول. بعيد. الواحد بلونة طلعة. والمهبل ثمانية سنتي. ده براح للمعاشرة الزوجية. وفي بلاه. يعني تعارفين اللي بيحصل ده كلده. والجنين في عالم اخر. حواليك ظلمات ظلمات ظلمات. تعارفين الكلام دكتور ميني. وهو عايش حياته ويمكن بيسمع مازيكا جوا. لكن بعيد عن موضوع الالتهابات دي خارجية خالص. استعمال حاجات المهبلية. انا يعني اعتقاضي اتشغل مش هتأذيه. تقول لك ايه? انا باخد فور للاملاح. مفيش حاجة اسمع املاح اولا. اه. البول مليان املاح. ولو البول مفيش املاح تموت. يبقى فشل الكلام. يعني الكلام ده عماله. انا عمال اهاتي في وسط الناس والدكاترة. يا جماعة البول هو ملحب مياه. ومن نعمة ربنا. يا دكتور يعني برضو. يعني. يعني. خلال استفقنا? طيب. مش هسمعك بالتفزيه يا مستفزيه يا دكتور محيش. طيب اعمل. طيب امري. فرصة فرصة والله العظيمة. كان كان الاستاذ تامر بيقول لي ادخل تليفونات. انا التليفونات عندي اهم من اللي هقوله. لاني انا عارف اللي قاعدين عندهم نقطة عايزي تفسر عنها. ولو قدنا نوصل رسالة لحد اقول نريح نفسيا ده بيدينا بحال. لان انت مش عارف اه الخير فين اصلا. يا جماعة الجنين مفيش حاجة سمعنا. حد يقال لي امبارح اقول امبارح. بيقول لي ان اصلا حصل اجهاض لمراطي عشان برضو نفس الكلمة. شال التقيل. يعني ايه شال التقيل. يا جماعة الجنين القوي والله لو شالت مليون تقيل. مش حصله حاجة. الجنين الضعيف لو قعدنا ان مصماره. مش هيوقف. مش هيوقف. هي انت. ايه فكرة الجنين بقى? ده عجينة. انا دايما نشبهها بالاسمنت او باي مشكلة في الاسمنت هيوقع. طيب الاسمنت ده مرامل واسمنت ومية وكلام ده اللي هي بتاعة المحاق اللي بيعملوا بالحوائط وكلام. وحتى الجبس. اي حاجة. حتى اللي عاجينة عادية. اذا ضعف كان زمان زمان قوي. وفي الكتب اللي احنا درسنا يمكن من اكتر من 45 سنة بالنسبة له بالنسبة لقبلي خمسين وستين سنة. كان اساسيات الاجهاض يا الله مرض القطط والحاجات للحد الوقت لما بشوفها في اي تحليل بستعجب. واحنا لسه في الماضي اللي بقاله الف سنة ده. العجينة دي نصها من الزوج ونصها من الزوجة. هتقفيه دكاترة يقولك ايه? اصله مش هيحصل جنين الا من حمانة وقوي وحمانة وضعيف. قاله لقاس. ظاهريا بيبقى فيه حمانة وزي ما بتدخل ممكن تدخل طالب الشرطة. وتكشف عليه بمية مية. ويكون عنده شريان في القلب ما حتشوك باله منه. ويجيله زبحة بيجيله. ممكن هو في الملعب. زي اللاعب كورة ما بيحصل كتير. وبنشوفها كل يوم. في حاجة ممكن تكون مميش بينة في البويضة او في الحلان منوي. وتعمل جنين ضعيف. ما يستحملش. ونزوله نعمة. لانه لو كمل هيبقى مشوه. معنا تليفون. سيد احمد. انا يا دكتور. اتفضل. لو سمحت يا دكتور ان التحليل بتاعي زيرو. زيرو تمام. اه. فانا جيت عملت عييرة من الخاسية موجود حيوانات منوي داخل الخاسية. جميل. ماشي. احضرتك انا ده وقت اخذت عليك بعدها بفترة تلقى النسبة 2 مليون. ده انت معلش يا سيد احمد. انا مفهول معلش. انا لو عايز اوصل رسالة للعالم العربي كله. للعالم العربي كله. اللي مش واخد باله من مشاكل. حقيقة ايد اخو الانجاب. وحقيقة الكلام اللي احنا بنقوله. انت اكبر مسال للموضوع. انت اصلك كنت صف. كنت ازو. ولما فاتح او الخاسية. يلاقوا حياة منوية. صح يا سيد احمد. مضبور يا دكتور. بعد كده انت خدت علاج. بدأ يبان وبدأ يبان يطلع بالملايين. صح كده? طيب اوكي. خلي بالكم يا جماعة. ان الازو هو. الازو ممكن يبقى ملايين. تمام. ايه بس سؤالك? عضلتك يا دكتور بعد كده ما زلتش نسبة عن 3 مليون. عملت دوالي? عملت عملية دوالي برضو ما زلتش. بس جيت عملت بقى حالي مجهري العملية فاشلت. ما انه خلال نسبة حلوة اول بس العملية فاشلت. طيب 3 مليون والحركة كام يا سيد احمد. لا الحركة كانت آآ شعبالة جدا. كام يعني عشرين? لا اتنين في المئة. اتنين في المئة طيب اوكي. آآ بتدخن بتدخن جامد مدخن جامد يعني? لا مش مدخن خالص. شغال واقف شغال في نار? آآ شغال مبايد محايا. واقف يعني طيب اوكي. آآ حد لبسك كيس رافع خاصية عشان يخلي الخاصية مرتاحة شوية بعد العملية? آآ نلبسها شوية آآ بعد بالعمالية. طيب اوكي الزوجة عندها كم سنة هو ده اللي اهمين? الزوجة عندها خمسة و Sabbath Doctor. عناية لاتنين. خد تليفوني بعد الحلقة وهتوصل معك تليفونيا وانحاول نحلها سوى يا أستاذ عناية لاتنين. آآ آآ استاذ إبراهيم معايا? آآ افضل. هيا فني مها حضرت. تاعمل. حضرتك آآ المدام عندها تكيوسات عالمبيض. عرفت ازاي؟ آآ كشفنا. بيتحليل ولا بتكشف? لا بالسنار. انسى خلاص احنا بنتكلم صحابه وجايين نتكلم كلام مفتوح انسى لسه بقولك انت لو معد على عربي بطيخ تعالى تقول شاورة عن بطيخها دي تقول حلوة ولا لا لا الصنار بيجيب بالظبط اهساس التكييس يبان فيه التكييس ده وظيفة انا استاذ ابراهيم بقول لده كاتر يا جماعة لدينا فاهم الناس بين الكيس والتكييس الكيس يبدب يبالي التكييس ده وظيفة حد يقدر يصور الوهم او التعب لا طبعا التكييس ده حاجة بالشكل ده حاجة خيالية التكييس البويضة ما فتحتش قوي او الحوصالة اللي بتخدم البويضة ما فتحتش قوي وما بتاخدش يا فنم هو قبل بعد معادي البريد تروح للدكتور تمام وعضاها حقنا المفجرة دي بالزبط انا كنت رفق الموضوع ده عشان نسبات ان انا لقى عراض جنبية فبرضو عشان حضرتك هنبدأ دلقات يا استاذ ابراهيم انت هي عندها كم سنة الزوجة بس اقول لستاذك الحاجة برغب ما انا لسه يعني بقول لحضرتك انها تابق ليه عريس تمام سنة وتمام شهور مش ليش عشرة اكمان سنة سنة تمام فطبعا يا حضرتك عارف السيطات السعيدة السعيدة يعني لازل خلفة لا لا مش السعيدة بس المصر كلها تمام تمام فحضرتك خط الحقنا دي تمام ودينا مستنيين اما بسي عندها تكاييسات حتى على البابويد يعني تمام ممكن تسمعني تمام هي عندها كم سنة عندها كم سنة عندها 22 تمام تمام انت بجوزين باكوا قد قلتلي سنة وتمام شهور انت ليش سعر سار تمام ممكن هنستنى الدورة ولما تيجي الدورة تكلمني ممكن من دلوقتي اعتبر نفسك غيابيا انا معرفش انت من اني مكان انت امان اني محافظة يا ابراهيم من سواج احسن نادة احسن محافظة بعد الحلقة اخدت تليفوني وكلمني اول ما جالها الدورة وان شاء الله الامور من ابسط ما يمكن ما تقلقش تحت امرك يا براهيم التكاييس وظيفة بيبان في تحقيق الدم ما يبانش في الصنار وعشان كده لما بيجي حد اقوله انت لو مروح تعملت صنار عند اي حد فينا عملتوا بلاش طبعا مش انا عملتوا بلاش لا متابعة ده دي بقيت سب ما عليش بقولي لكاتر النساء ياريت اللي عايز يخدم الستات يتوعملون متابعة لو جال عايز يخدمنا يعملوا متابعة مجانية خلاص التكاييس وعبارة عن وظيفة بيبان في التحليل الـ FSH واللي اتش وحنا قلنا دايما زي ما الضغط مثلا 120-80 110-70 الـ FSH واللي اتش كده خمسة يبقى ده ثلاثة مثلا او اربعة ما يوصلش لده عمري ما فيه حد ضغطه يبقى 110 على 110 لا يموت يبقى ده الميت الفرق زيرو ده ما فيهش نبضي ميت طبعا دي معلومة يمكن جديد على الناس لكن النبض وقف الضغط بقى كل يعني بقى دعا زي ده خلاص حتى لو زيرو على زيرو 100 على 100 لا خلاص ما ينفعش لازم فرق الضغط من 120-80 الـ 40 دولار هما اللي بيضوا النبضة هما اللي بيخلوك تعيش انت عايش بيها اللي بتغذي جسمك من موقعك لصباعك كذلك الـ FSH واللي اتش الـ FSH 6 ده ما يفصلش لـ 6 4 3 بدأ يوصل لـ 6 يبقى داني تكاوز درجة اولى 12 فوما فوق بقى تكاوز درجة تانية كل ده علاج ايه الرسم عن الحمل بقي اسلوب ممكن انا حكيت لكم مرة من زمان ان في زوجة مجرد ان دكتوري النسل معا الانتين بتاعي كتاب لها الرسم عن الحمل وهو احد الاطباء اللي كانوا بيجوهنا برامج تقال ده انتو دكتور تالت قال لها لا ده بدول كارهينك ومش عاديك تحبلي الرسم عن الحمل يا جماعة اكتر حاجة تساعد اول ما توقفها خلي بالكم اللي بتاخد الرسم عن الحمل لو نسي توم تحبلي ولو نسي تومين تلاتة بجيب توقف تخيلوا لان اكتر حاجة تحفظ المفضل على الشغل فهي الرسم عن الحمل فلما بتزبطها وضع لها تكاوز لو درجة تانية درجة اولى عيل تلفاش كلها والناس حافظة كلام ده بس في نقطة مهمة جدا يا ناس يا ده كاترة يا كلنا المفروض الست لما تاخد علاج بتاخده ما يبطلش إلا لما تحمل ما بيقزيش لعيلة الفاش بتقضي ولا عيلة اللبن بتقضي ولا عيلة الغدة الضلقية بتقضي كل ده لو استمرت عليه لحد ما يبقى حامل شهر واثنين بل بالعكس بيمنع الإجهاد ويقاو الجنين اللي اكلمنا عليه في فكاة الإجهاد نجي شوية يرجع بقى الموضوع الإجهاد عشان برضو إيه أنا مش عايزين نظلم حد الإجهاد يا جماعة العجينة دي لو ضعيفة أنا أشوفي سبب فين سبب نص من الزوجة ونص من الزوجة بدل ما أعمل أمارض القطة اللي تلغى والحاجات القديمة دي كلها أبدأ أشوف تحالية الزوجة وتحالية الزوجة يا ترى ممكن يطلع طبيعي ممكن بس في فرق ما بين دايما بتجيلي فكرة عشان أنا يعني متفرق كورة أو كورة كتير في 11 لعيب و11 لعيب انت بتبقى دول الاثنين بيجروا قدامك بس في كفاءات هادي الكفاءات ما بين حمامانوي ظاهريا اللي انت شايفه العدد والحركة ممكن تقولي العدد ده 100 مليون والحركة 70% لكن ما تخلفش ليه ممكن دايما يجينا حد يقولي الموضوع مش أرقام يعني دلوقتي لما يقولي 15 مليون ده أنا ضعيف ضعيف إزاي طب ما فيه 200 مليون ومش ما تخلف أضربه وأقوله انت ما كلفتش ليه وانت 200 مليون الموضوع مش أرقام خالص الموضوع فوق مستوى الأرقام الموضوع كفاءة يعني عشان كده لما نقعد مع بعض نقعد مع حالة بهدوء ما انتهش إحنا كده كترة زي ما يقولون إحنا اللي بنتوهكم لما الزوج يبقى عند فلان والزوجة عند فلان بتاع النسا وكل واحد في حاله الزوجين تاهو لا الموضوع مش كده ان انا لأ طول ما ده جايلي بيقول انا ما خلفتش وتحليلي 18 مليون حد طيل 18 مليون ده انا بفتح خاصية والإدفع اتنين حيوة منوي مش متحركين حفلة حد لاقي في نفس الوقت ده 18 مليون في الملة يعني في الجماعة ممكن ينزل 50 60 70 مليون الفكر برضو المتشوه والميت لو 90% مش هوهم ميت انا هيجيلي منهم في الاخر 5 مليون 5 مليون 500 ألف انا عادي 100 حيوان منه قوي عشان يطلع واحد في الاخر يخص بالبويضة مية كده بيحاطوا البويضة يضعفوا فيها ويتجهزوا هالو ويدخل يخصط كل العوامل ده كلها انا بنسعى اليها عشان نؤدي في الاخر لن ربنا ريده معنا تصل الو وعليكم السلام معاك تفضلي مين اي اتفضلي الو ايوة سامعك الو سامع والله والله سامع ايوة 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 استامر في مشكلة تمام اوكي اوكي معنا اتصل تاني الو الو اتفضلي انا سامعك وعليكم السلام بس ود تلفزيون عشان نسمع بعض كويس اتفضلي اه بقول لحضركم اتجوزة بقالي سبع سنين بقالك سبع سنين اه بقالك سبع سنين اه يعني الجوازة الاولانية عادت معاك قديه سبع سنين الجوازة الاولانية اه سبع سنين خلفتي فيهم لا ما حصلش حمل وفي جوازة تانية وجوازة تانية عادت تلات سنين كده يعني عشر سنين جوازتين يعني سنك دلوقتي كم عدد تلاتين أنا دلوقتي سبعة وتلاتين سنة سبعة وتلاتين طيب أهم حدث في اللعبة يا مدام عملت المخزون بتاع المابيض اللي اسمه الAMH اللي هو دلوقتي زي ما قلت كده بالأول لو فيه انتاج في الخاصية لو حيوم منوي نبدأ نمشي لو فيه مخزون في المابيض فوق الواحد فوق الواحد ونص حتى لو انك فيه ناس سبعة من عشر ثمانة من عشر منو على الأقل فيه فرزة اخصاب مجهاري انت عملت المخزون طيب يا مدام المخزون اعملي المخزون وكلميني أم محمد السلام عليكم حضرتك يا دكتور أنا عند بنت في خمس سنين فبعد خمس سنين عملت حقن وعملت تكييفات عملت تكييفات بالمنظار عملت تكييفات بالمنظار اه وحضرتك وعملت عملية حقن وبعد كده ما نفعتش فجدت بعدها يجي بيجي خمس ستة شهور حملت لوحدها من غير أي حاجة الحمد لله حملت في اتنين توقن الحمد لله جدت لحد السادس بس كنا عاملين رابط برضو كنا ند في السادس والاتنين المياه نزلت من عليهم وولدتهم كيساري ورحوا حضانات ولا ما نفعش ما قاعدوا في الحضانات بس ما طولوش واحد مات في نفس اليوم التاني مات في تاني يوم طيب بعد كده بقى بعد كده بقى ما رديش يطرح لدكاترة تاني فلما شفت حضرتك طيب هي عندها كم سنة؟ عندها كم سنة؟ هي عندها تنين وعشرين سنة تمام ده لسه طفلة طب انا عايز اتخذ تليفوني بعد الحلقة وعايز اشوف وراء هي وجوزها وانا تواصل معنا بالتليفون ان شاء الله تحت امريكا مرحب طب حضرتك يعياتك فين؟ لا سيبك مني والله العظيم تلاتة لسه مكلمني حدي من زائزي لا انا عادي مشكلة تانية غير البنت اللي انت عايزات كله اللي انت عايزات كله هعمله لك والله عنده ولد كمان برضو عنده عنده كل حاجة عنده بغنانة كده عنده كم سنة عنده كم سنة ماشي في الخمستورسر بس مليان شوية جسمه مليان شوية جسمه مليان كده بس اه طمينك جسمه مليان دي كل حاجة مشفوطة وهتلقي طبيعي ان شاء الله ما تلاقيش اه اه لا ما تلاقيش هو اخواله طواله برضو طخان كده اه هو طلع لاخواله لا اخواله ما عندهش حاجة دابول اللي كانت خين طب عناية هو بوه عاش كويس وابوه خلف انا هشرح لك النقطة عناية انا هشرح لك النقطة دي عناية الاثنين تحت امر كم محمد تمام اه فكرة الاكسام المليانة دي هو احنا فيه فكرة المخنص دي نادر جدا يمكن انا دائما قلت كتير في حلقات كتيرة وفي كل هنا وفي مزبور في كل يا جماعة المخنص ده قابل نقليل على مدى السنوات دي كلها يمكن انا شفت على مدى الشغل يمكن من ساعة في كلية والحد الوقت ادخلنا أكثر من 40 سنة شفت حالتين 3 مخنص ومش نادرة دي الوقت فكرة ان امليان او مقسمين يعني الولد اولا هرمولات القنوثة بتبقى اعلى من هرمولات الزكورة مع الوقت بس ده بيبلغه متأخر وهيطول لان الواحد اول من هرمولات الزكورة بيكمل طوله بيقف فده ما تقلقوش بشوف كل يوم حد بشكل ده يا جماعة ما تقلقوش وما تندفعوش حد زي متبرد والله اشوف اي حد بشكل ده وبطمينكم ان العضاء بتقموش فوتها لجوه وما تقلقش وها تطلع لما تطلع تيصحب العضو وتصحب الغطين بيطلعو بس حد يفحصه يكون بتاع مسالك بولية وفاة ده مهمة جهة ما تقلقيش عليه ومن ناحية بنتك انا عنها الاثنين وعارفة فكرة تكيّس يا جماعة تكيّس مش منظار مش سبق هي دي النقطة اللي انا بقول عن ان احنا كأطباء احنا السبب في تأخر الانجاب ان انا عايز ناخد الزوجة على جنب وطلع شغلي لا مش كده واخد الزوجة على جنب واعمل له دوالي ومش كده الامور ان انا باخد الحالة على بعضها الورق والورق واشوف النقص فينا سده يعني ممكن الزوجة يكون مليون بس خلي بالكم من الفجأة دي مليون بس والزوجة عندها مثلا زي ما شفت من يومين هرمون لبن 60-70 يتزبط تكيّس خفيف عيلة الفاج ونصبر ونشوف نضيفة وعمل اخصاب مجهاري مش كل الأسرة تستحمل مناظر والكلام ده سبوبة من الآخر وربنا ليسامحلي بس أنا يعني بقولها واللي زعى مني زعى مني لأن احنا اللي يكون حارسين على المجتمع أكتر مكان مفيش طبيب فقير قوي انتو بتتعلقوا بكلام ده لكن المجتمع فقير يعني أنا المفروض ان أنا وان شاء الله مع الوقت هتبقى تمصيح الشامل هتخليكو كلكو تعالجوا بالبطاقة مش هتبقى محتاج انك تلف وحد السبوبة ده تلغي تقريبا أو معظمها هتلغي مع الوقت كان نفسي لازم الزوجين يروحوا مع بعض فكرة الدوالي والخلفة فها كلام كتير جدا مش عايزين نتكلم لكن يا جماعة مش كل دوالي تمنع خلفة ومش كل خلفة عايزة دوالي لكن عايزة كلام أقولوك عليه وان أنا قبل ما فكر في الدوالي يازم أشوفت زوجة ان الزوجة تليمة 100% لكن أن أنا أي زوجة قابلني في الشارع يقول أنا ما خلفت أقولوك لك دوالي الهم مش كده دي عايزة لوحدها نمكن نكلم فيها وقت الهرمونات عايزة لعبة الزوج المنج المنتج ما عملوش هرمونات بعمل هرمونات للزوجة صفر بقط لأن كنا زمان بنعمل من 10 20 و 30 و 20 سنة دلوقت أي زوج لأن الهرمونات دي كهربة الشاشة شغالة يبقى كهربتة مواصلة أبدأ أفكر في حاجة تانية لكن أستهلك الزوج زي ما جالي تحليل على الواصل 100 ورق تحليل هرمونات يا جماعة الزوج المنتج حتى لوحد في المية الهرمونات بعيدة عن اللعبة خالص ما عدا لو بذبط له الغدة ضلقية مختلفة لأن دي هتذبط حياته هرمون اللبن مختلف لأنها هتذبط حياته للجنس والخلفة والحياته وكل حاجة طبعا كان مفروض دمشي يعني إيه أقعد مع الزوج والزوجة لازم لازم ولازم الشباب يعمل تحليل قبل الجواز ولازم نبدأ نهدى شوية ونبدأ من دفعش إذا ما أنتوا شفتوا الحلاب بتطوه وتصرف كتير ووقت ما نحتاج شغل بجد ما بنلاقيش الفلوس ومنلاقيش هم بنلاقهم يأسين وتعبوا مستعجلين ويبقوا جايين لك متحفزين يعني على يعني متلككين لكن لما ناخده من أول خطوة الأسرة بعد الجواز بدأوا صحي الزوجين عند دكتور تأخر إنجاب مش لازم يكون متاعها مسالك يعني أنت عايز الدكتور تبقى ذكورة بعد ما سابه الجلدية أو دكتور النس هتشغل تأخر إنجاب بس بعين عن الولادات وبعين عن القاطعيات تبدأ تتفرغ لتأخر إنجاب صدقني اللي هيقعد وصدقوني مع الزوج وزوجة هيوصلهم لأقصر طريق وهو ده أهم سبب يتعدى التسعين في المية من مشاكل تأخر إنجاب هنفتح نفس الموضوع معاكم وإن شاء الله تليفوني موجود وبرضو مش لازم حد يجيني هحلها لكم أنت عادين مكانكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته